السلام عليكم كائن صغير خالص بيسقط نظرية التطور كائن لا يتعدى طوله الملي متر لكن خصائصه لا علاقة لها بنظرية التطور ولا البقاد الأصلح ولا التغير بما يوافق البيئة ولا كل الكلام التطوري ده لأن الكائن ده بيتحمل أوساط ليس لها وجود أصلاً على كوكب الأرض بيتحمل التعرض لدرجة حرارة تقترب من الصفر المطلق سالب 273 درجة بيتحمل حرارة فوق 190 درجة مئوية بيتحمل ضغط مائي 600 ميجا بسكال 6 مرات درجة الضغط بأعمق المحيطات 30 ميجا بسكال بتسحق أي خلية بتسحق أي DNA لكن التاردي جريد بيتحمل لغاية 600 ميجا بسكال بيتحمل ظروف مناخية وإشعاعات ليس لها وجود أصلاً على كوكب الأرض بيعيش عشر سنين كاملة من غير لمية ولا أكل بيتحمل التجمد لمدة 30 سنة تقريباً يستحيل تعرف تقتله المدهش فعلاً في الموضوع أن الجينوم الخاص بالتاردي جريد هو جينوم مستقل كثير من أجزاء الجينوم بتاعه مستقلة تماماً متفردة ليس لها وجود في عالم الكائنات الحية وده اللي خل العلماء يضعوا نظريات كثير في تفسير الموضوع ده وبالمناسبة التفرد في أجزاء كبيرة من الجينوم ده سمة بارزة في كثير من الكائنات الحية وده بيمثل في حد ذاته ضربة قاصية في مواجهة نظرية التطور يعني مثلاً عندك كائن روتيفر اللي هو الدوار باللغة العربية ده عشر الجينوم بتاعه مش موجود في أي كائن حي التطوريين بيعتبروا أن التطور هو قانون مادي داخل الأسر الحيوانية لكن إحنا عندنا كائنات حية مستقلة تماماً عن هذه الفكرة كائنات حية جواها جين متفرد كائنات حية لا تخضع لفكرة التماشي مع الظروف البيئية كائنات بمنتهى البساطة بتقفز فوق نظرية التطور ما تنسوش تشوفوا المصادر في وصف الفيديو والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر